بسم الله الرحمن الرحيم 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 بحاجته هل عمرك وجدته أحد بيبحث عن شيء هو ما بده الشياء لا أنا ما بكون بحاجة شيء معين أنا رغبتي أو احتياج الداخلي الذاتي دفعني لإني أنا أستخدم محرك البحث لأبحث عن هذا المنتج أو أبحث عن هذه الخدمة فأنا وجدت الخدمة فلما بأوجد الخدمة بأدخل و بأخذ الوقت الأمثل أو الوقت الأفضل لإني أشاهد كل هذا المحتوى أو أتفاعل مع هذا المحتوى وأتحقق مين أحقق رغبات أو أهداف الأعمال لذلك الموضوع موضوع مهم تكمن أهميته عند أصحاب الأعمال أنهم كيف يرتقوا بمحتواهم حتى أن يطابق محتواهم مع مبحوث الناس أو مع الكلمات المفتحية اللي بيستخدموها الناس في البحث للوصول إلى الأعمال وكذلك أهداف الناس برضو أنه يصلوا للمرادهم بسهولة فأصبح أصحاب الأعمال لهم هدف وأصحاب الجمهور أو الناس المستهدفين أو الجمهور العام لهم هدف فإحنا اليوم من خلال الـ Search Engine Optimization أو من خلال العمليات اللي إحنا هنجريها في محركات البحث كيف نبني محتوانا مطابق وصديق لمحركات البحث فإحنا بذلك بنحقق رغبت مين؟ الطرفين؟ طرف الأعمال وطرف الجمهور طيب الآن بدنا نعرف الشغلة بسيطة اليوم تعمل محركات البحث على استرجاع النتائج وترتيبها على الظهور حسب الخوارزميات التي يستخدم أو تستخدم في مين؟ في هذه المحركات طيب يتم تعزيز نتائج محركات البحث نتائج اللي هوش السيو من خلال التعرف على العوامل التي تستخدمها هذه الخوارزميات أصبح اليوم بنيجي بنقول أنت يا محرك بحث جوجل إيش العوامل اللي أنت بتعتمدها لتظهر محتوانا في النتائج الأولى بالمناسبة جوجل أو محركة البحث ما بتعلن بل التجارب اللي بتتم وتكرار التجارب من خلال مجموعة من الخبرات اليوم أنا عندي خبرة معينة والتانية والتالة والربعة فوجدت أنه والله جوجل بيهتم في التايتل فبروح بقوله الله يا جماعة جوجل بيهتم بالتايتل إذا احنا اهتمنا بالعنوان فاحنا بنظهر من خلال العنوان ممكن تجري Not A أخرى بتقول له الله جوجل بيهتم بالصور بتوصيف الصور لما أنا بيهتم في توصيف الصورة لا محتوية بيطلع فأنا اليوم مجموعة التجارب اللي هي معلنة أو منتشرة أو بتتشارك أو يتم تشاركها بين الخبراء وبين أصحاب الباحثين في هذا المجال هي اللي إحنا بنصل لإلها وبنعتمدها وبنمشي فيها وبتجربتنا بنلاقيها أنه فعلا هي هذه المعتمدة فبنصير إحنا أيش والله بناخد العوامل اللي بتعتمدها هذه المحركات وبنعتبرها في مين في محتوانا وفي صناعة محتوانا حتى نصل لمن نصل لأنه نصل للنتيجة الأولى والثانية والثلاثة ويكون منافسين مع أصحاب الأعمال الأخرى في نتائجنا وفي ظهور نتائجنا مع مبحوث الناس في محركة البحث طيب إيه إيه علاقة تسيوي باليوتيوب أنا توكت بتتنم جوجل 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 اليوم اليوتيوب قلنا هو محرك بحث أيضا لما الناس بدها تشاهد محاضرات معينة أو تشاهد موضوع معين أو تتعلم موضوع معين بتروح مباشرة على اليوتيوب حتى تبحث عن مضمون فيديو تبحث عن محتوى فيديو تبحث عن فيديو تعليمي عن محاضرة تعليمية بالفيديو أصبح هو محرك بحث لذلك السيويو له علاقة كبيرة في اليوتيوب أصبح اليوتيوب برضو عنده خوارزميات اليوتيوب عنده عوامل معينة إذا إحنا اعتبرنا لهذه العوامل وضعنا محتوانا بناءا على هذه العوامل سيظهر محتوانا في أولى نتائج البحث وهيك إحنا حققنا مين حققنا الهدف للجمهور وحققنا هدف للأعمال لذلك إعنا إحنا مجموعة من الاستراتيجيات هنكون إن شاء الله في فيديو تالي أو في فيديو تالي حيكون في تسع استراتيجيات يجب أن أخذها بعين الاعتبار في بناء ونشر المحتوى الفيديو الترويجي أو التعليمي أو التسويق بشكل عام على منصة اليوتيوب حتى يكون محتوانا صديق محركات البحث أو صديق جوكل ويظهر في أولى نتائج من البحث على اليوتيوب يعتمد السيويو بشكل أساسي على استخدام سلوك الجمهور في البحث لبناء المحتوى التسويقي ويعتمد على الكلمات المفتحية وهي جوهر عملية السيويو طيب الآن لما نجينا قلنا على الكلمات المفتحية وما علاقتها بموضوع Search Engine Optimization أول إيش هي كلمة مفتحية الكلمة المفتحية هي مبحوث الناس هي الكلمات التي يستخدمها الجمهور في البحث عن الأشياء طيب مين اللي بيعرف مبحوث الناس اليوم بيجي عنا جوجل أو يوتيوب عنده محرك بحث لما بيجي محرك البحث بيصير في عندي نيش معين أو بيصير في عندي مثلا نقول عشر تلاف أو مليون عملية بحث أو في عندي عدد معين من عملية بحث بيجرى باستخدام كلمة معينة هذه الكلمة بيصير كلمة مميزة ومعتبرة عند هذا المحرك أصبح اليوم الكلمات من يعرف الكلمات أي نعم المحرك يعرف الكلمات أو يميزها ويصنفها ويبوبها ولكن بناء على مبحوث الناس إذا الناس اعتمدت على مصطلح معين واستخدمت هذا المصطلح في البحث فأصبح هذا جوجل أو هذا المحرك البحث سواء جوجل أو يوتيوب بيروح بيعمل تمييز لهذه الكلمة وبيظهرها ككلمة مفتاحية أو ككلمة مسجلة لدى هذه المنصة ابن يجي مناق manifests هاي يوتيوب عندما يجي عندك ابحث عن *** مبادئ التصميم شوف مبادئ التصميم مبادئ التصميم لجرافيكي مبادئ التصميم لحاله مبادئ التصميم المعماري مبادئ التصميم الداخلي مبادئ التصميم الأنشاء كل هذه عبارة وكأنه بيقولي أنه يوتيوب بيعتبر أن هذه كلها كلمة مفتاحية وضحت كيف الصورة أصبح اليوم في عندي '' أوتو كومبليت'' هاي هذه الـ ربما يجب، يبحث عن كلمة معينة، انه يعتبروا كلمة هذه أكبر جمهور أو غير معتبرا're, وهذا دور جمهور. هذه الكلمات مبحوث عنها أصبح هذه الكلمات معتبرة ويجب أن تأخذ بعين الاعتبار وين؟ في طور التصميم أو في إضافة المحتوى إذا لم يكن حتى في محتوى في كلمات مفتاحية سرعة إنتاجك لهذا المحتوى هيكون منافس ويبرزك على أول الناس وأول النتاج وتكون أنت إنسان مميز في هذا الموضوع هل نهيك تعرفنا على كلمة مفتاحية لأعمال من الفيديو بمجرد ما أنا مثلا في عندي توجه معين باجي بقول والله تصميم مبادئ التصميم مثلا جيت موضوع بدي أفهم كيف كتابة المحتوى التسويقي باجي بكتب كتابة المحتوى التسويقي فبلاقي الناس إيش بحثت أه بلاقي مبحوث الناس وهذه كلمات مفتاحية ممكن أنا أعتبرها من خلال ليش البحث لأنه حتما هيكون في ناس كتبت في هذا الاتجاه لأنه في تنافس يديد جدا أنه الناس كل واحد بده يبرز ويأخذ حصة من هذا المحرك بني جاء الجغلة الثانية اليوم في عندي أدوات موجودة ممكن نحن نشرحها في الدسكريبشن موجودة بتديني النوع من الابريفياشن أو من نوع من الاختصار عن الكلمات المفتاحية لو إجينا هنا قولنا مبادئ التصميم الجرافيكي وجدنا إحنا أول النتيجة بتطلح هي أفضل النتائج بالمناسبة وهي خاصة بمنصة لنور الحمصة هي موجودة هنا أوكي إحنا بهذا كل أعمال في تنافس ما بين هذا العمل وبين العمل هذا فأصحاب الأعمال بتتنافس كيف إنها تسيطر على النتيجة الأولى عند كلمات مفتاحية معينة وهذا هو إيش؟ هو Search Engine Optimization طيب بنيجي هنا بس بنتكلم إنه كيف نصل للكلمات المفتاحية لكل عمل من هذه الأعمال باختصار شديد لو إجينا إحنا هنا وقفنا على اليوتيوب تحديداً على اليوتيوب وجينا بالزر اليمين ضغطنا الهو View Source Code View Source Code لو ضغطنا بالزر اليمين على اليوتيوب الهو على صفحة V بتاع اليوتيوب وروحنا قولنا View Source Code بيجي عندي كود الهو إيش؟ الهو الكود البرمجي لهذا الفيديو ببحث عن كلمة Keywords ببحث عن كلمة مين؟ Keywords بتلاقي إنه هو مستخدم هذا الفيديو لما نشر المعتمد على كلمات مفتاحية معتبرة من خلال دور التصميم هاي فوتوشوب، إلستريتور، تصميم غرافيكي، غرافيك ديزاين، تصميم بروشور، تصميم فلاير، تباين، هذي كلها عبارة عن كلمات مفتاحية معتبرة لدى الفيديو اللي احنا شفنا تويه وكذلك برضو هاي Keywords موجودة وأيضاً في عندي Description، هاي Short Description في عنده برضو Short Description معتبر عنده أصبح اليوم أنا بعتبر أو بتعرف على Keywords اللي خاصة بالجمهور المنافس أو بالناس اللي فعلاً ارتقوا وسيطروا على كلمات مفتاحية معينة وأعمالهم كانت في الصدارة في نتائج محركة البحث بتعرف على كلمات المفتاحية من خلال أضغط بزر يمين View Source Code وأبحث عن كلمة Keywords وأتعرف على Keywords أو الكلمات المفتاحية اللي تم استخدامها مع هذه الأعمال في عندي أدوات أخرى؟ آه، في عندي أدوات أخرى لو نيجي برضو في أدوات هذه عامة صراحة كلنا بنشوفها وبنستخدمها في استخدام اليومي جوجل، إن بيجي جوجل بتبحث عن مبادئ التصميم جوجل بديك الآن الكلمات هذه Auto Complete كلها كلمات مفتاحية موجودة، ممكن إحنا نستخدمها في الإطار اللي إحنا من خلاله بنعمل تنبؤ على مجموع كلمات اللي ذات علاقة وذات دلالة لصلب الموضوع أو لصلب المحتوى اللي أنا بدي أبني، طيب هذا، هذا Tool، في Tools أخرى برضو، في Keyword Tool، هذه Keyword Tool ممكن إحنا نستخدمها، ولكن بدها دفع فلوس، هتبرز عندي لو أنا سألتها في التسويق الإلكتروني، بحثت عن موضوع التسويق الإلكتروني هنا، أوكي، بيجينا نتائج، هذه كلها نتائج لها علاقة في التسويق الإلكتروني، هنا، بنتحدث عن Long Tail و Short Tail، أصبح تسويق الإلكتروني عبارة عن Short Tail، يعني كلمة قصيرة، ليست طويلة ممكن هذه الكلمة القصيرة تديني لما أبحث عنها يقول لي هذا Tool hizo أن الناس لما تبحث عن Keywords هذي تبحث عن Keywords طويلة التسويق الإلكتروني في فلسطين، التسويق الإلكتروني PDF، تسويق الإلكتروني في غزة، التسويق الإلكتروني، والتجارة الإلكترونية، التسويق الإلكتروني في مجال الصحي كل هذه الكلمات ذات دلالات مبحوثة عنها الناس ولكن هنا في إلها حجم بحث وإلها ترين طالع وإلها كليك بير كليك وإلها كومبيتشن أصبح اليوم كل كلمة إلها حجم بحث معين صراحة هذا التول بده دفع فلوس حتى تعرف قديش الفوليوم يعني قديش حجم البحث عدد الناس اللي بحثت على الكلمة هذي كم مثلا يقول والله ألف في الشهر ألف عملية بحثت متفشار فيه فوليوم كبير آه ببحث عن الفوليوم الكبير أنا بدي الناس اللي عندها فوليوم كبير أو الكلمات اللي عندها فوليوم كبير طب وفيه منافسة المنافسة هي ما بتكون لو يا إما ميديم يا إما هاي إذا كانت المنافسة على الكلمة المفتاحية عالية أصبح فيه محتوى كبير أو فيه عرض كبير على هذا يعني فيه مضمون يعبر عن هذه الكلمة طيب أنا إيش اللي بدي أختاره بختار الفوليوم الكبير والكمبيتشن القليل يعني إذا كان في عندي حجم بحث على كلمات مفتاحية ضخم نتكلم عن عشر تلاف عن مئة ألف وفيه منافسة قليلة يعني حجم المحتويات اللي صنعت لتعالج هذا المحتوى أو هذا الكيوورد قليل لذلك أنا مدعو كصانع محتوى أو ككتب محتوى تسويقي إن أنا أبني محتوى حتى إنه أنا أسيطر على مبحوث الناس أو على حجم الناس وإنه الناس هذا الحجم الكبير يجي يشوفوا محتوايا ويكون أنا في الصدارة وهذا إيش استراتيجية من استراتيجية مين البناء الصحيح للمحتوى التسويقي إنه ما أنا أبني محتوى تسويقي حسب مزاجي أو حسب رغبتي أو حسب أنا إيش قدرتي في الموضوع بقدر من إنه أنا أبحث في نفس الصلب اللي أنا أتخصص فيه الناس إيش بتبحث وين الفوليوم الكبير وين حجم البحث الكبير وين المنافسة الصغيرة وبأخذ هذه الكلمة حتى أقوم بالاستحواذ عن هذه الكلمة من خلال المحتوى اللي أنا بدي أصدره أو أقدمه وبحمله على اليوتيوب أو على جوجل أو عفواً عفواً على أي موقع سواء موقع خاص أو منصات موجودة زي اليوتيوب هاي أيضاً فيه دولز أخرى بنتكلم جوجل تريند جوجل تريند بدي أشوف فالله هل في عندي الكلمة مثلاً لوس أنجلوس هوتل أنا بتكلم عن مين عن كلمة هذه الكلمة هذه على مر الزمن من 2004 ل2019 كان في عليها حجم طلب هاي نزل 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 فأنا في عندي نزول وهبوط في حجم الطلب والتريند عندي نازل لهذه الكلمة أصبح أنا بعرف الناس خلص كانت تبحث وكأنه كان فيه جمهور كبير جداً في المرحلة هذه وتقلص الجمهور والبحث عن هذه الهوتل بطريقة زي ما احنا شايفين وهيها هاي الأعداد قلصت مع مرور الزمن كبير جوجل تريند برضو أنا ببحث عن هوتل إن لوس أنجلوس وهوتل لوس أنجلوس فيه فارق ما بين الكلمة هذه الكلمة ماخدت 100 في المقابل الكلمة الأخرى اللي هو هوتل لوس أنجلوس يعني لما ببحث عن الهوتلات في لوس أنجلوس بتديني 100 طلب لما أنا باجي أو لتريند بحي طالع لما باجي ببحث عن هوتل لوس أنجلوس بيجي الطلب يكون أقل وكأنه الناس بتبحث بالعموم أكثر ما بتبحث بمين بالخصوص وهذا الميزة أو مقارنة بين كلمتين مفتاحيات أنا بدي أشوف هل الفرق بينتهم الأمر الثالث اللي أنا بتكلم برضو هنا هاي هنا بتكلم عن حجم المبحوث حجم مبحوث الناس يا جماعة على كلمة أنجلوس اللي هو بنحكي هذه قديش بنحكي هنا 2 مليون أو لا للكلمة حجم البحث وصل إلى 2 مليون يعني حجم البحث الشهري وصل إلى 2 مليون في 2014 كان هايو في 2015 أبريل هايو كان وصل يعني حجم مش طبيعي أو مش بسيط اللي هو حجم البحث فإحنا نتكلم عن مبحوث كبير جدا وعن حجم كبير جدا في هذا الموضوع لو إجينا احنا هنا قلنا أشياء إلى علاقة في هاي أنجلس داون تاون هو نتكلم كلمات عليها الدعاية في دعاية في الموضوع الكلمات المفتحية المحجوزة في الكلمات هي download just anglos hotel مثلا الأverage month لسير حجم البحث الشهري للكلمة هذه 9300 المنافسة medium يعني مش high ومش low medium متوسط حجم المنافسة فينا لو بدك تدفع حتى هنا بنتكلم كلفة هذه الكلمة في الدعايات لو أنا بتكلم قاعد الكوست بير كليك إنه لو أنا حجزت الكلمة هذه كدعاية بدفع على كل نقرة بتم نقرة على هذه الكلمة بدفع 4.25 دولار شايفين كيف أصبح مبحوث الناس بتبط في الدعايات وصار في عندي كل دعاية بتظهر مع نتيجة بحث بيقوم فيها الجمهور وبتم النقر عليها بيصير عليها دفع 4.25 من الدولار هذا بالمناسبة هذا في ال advertisement طب أنا في عندي advertisement أنا ما أتبعكيش في advertisement أنا بتكلف search engine optimization في فرق search engine optimization بدون فلوس free ولكن إذا صار في منافسة على كلمة مفتحية بين مجموعة من أصحاب الأعمال بصير اللي بدو سيطر بدو يدفع لأنه لما انت بتدفع المصاري ال advertisement أو الدعاية بتظهر قبل مين قبل اللي هو ال organic search قبل النتائج الطبيعية لذلك بصير في عنا استحواذ أو بصير في ناس بتشتري أو بتدفع مقابل ظهور نتائجتها قبل النتائج الطبيعية آه بصير في عنا advertisement حتى بنشوف احنا في ADS قبل الموضوع أو بجوار اللي هو نتيجة هذي بتدلل انه هذا عبارة عن نتيجة عبارة عن دعاية